كشف مجلس القضاء الأعلى عن موقفه الرسمي من القرار القاضي بترشيح قضاة من المجلس كأعضاء في المفوضية للإشراف على عملها وإدارتها وأوضح المجلس من خلال بيانة رسمية أن المجلس يتحفظ على إشراك قضاته في مجلس مفوضية الانتخابات وقد قدم اعتراضا سابقا على هذا التوجه فعمل القضاء يجب أن ينحصر في البت والنظر بالطعون التي تقدم ضد قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية لا يكون جزا منها متابعا مع صدور هذا القانون فقد بات من واجبنا التنفيذ على الرغم من التحفظ